السؤال الثاني من حساب جهان الشربيني تقول كيف يتحقق الافتقار هل من الضروري يكون في المظهر أم يكفي أن يكون في الجوهر بمعنى أنني مدركة ومؤمنة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن كل مجريات أموري بيد الله سبحانه وتعالى فهذا مطلق ولكن هذا لا يمنع أني أحب أن أكون في مظهر لائق ومستواه الاجتماعي والمهني فهل يتعارض حرصي على مظهري مع تحقيق الافتقار إلى الله عز وجل بالعكس الافتقار الصحيح هو أن الدنيا تكون في يدك وليست في قلبك هو ده الافتقار أن قلبك هو اللي يفتقر لكن موساء الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل من الكبر أن يحب الرجل أن يكون ثوبه نظيف ونعله نظيف قال له لا ده بالعكس ده قرب من الله ده محبة ده ثواب إزاي ثواب؟ قال إن الله جميل يحب الجمال إذا أنت حسنت مظهرك وإذا أنت تجملت لأن الله جميل وينظر إليك وأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الجميل يعني إيه يحب العبد الجميل؟ يحب العبد الذي يتقرب لله بالجمال فإذا كنت بتتجمل لكي تقبل على الله فأعلم أنك من أهل الطاعة وتذكروا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإسبال أن الواحد طول ثيابه فلما رحل سيدنا أو بكر فوجدوا طي الثياب فسأل رسول الله قال لست منه يعني لست من أهل الكبر وكأنه شافوا أنه هو بيحب الجمال عشان الله يرى جماله يبقى خلاص هو مش من أهل الكبر يبقى إمتى يكون هذا الكلام؟ يبقى خلي دايماً الدنيا في يدك وليست في قلبك طيب أنا بحب أن يساوي يكون نظيف ونعني يكون نظيف لماذا؟ لأن أنت بتحب الجمال بتحب الجمال يعني إيه؟ بتحب الصفة اللي ربنا أو دعها في الحياة عشان نتقرب إليه ربنا وأودع الجمال في الحياة عشان نتقرب إليه بالجمال نتقرب إليه ببديع ما خلق الأشياء عليها آه طب كويس جداً جداً إذا أنا حبيت الحاجات دي عشان كده دوت ما فيش إسم فأنا لما أحب إن أنا ألبس سياب نظيفة ويكون رائحة جميلة ويكون كمان وجهي مليح آه طبعاً طبعاً بلا شك إن ده يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نشوف بقى الجمال يقول من كان له شعر فليكرمه اللي عنده شعر يصففه وينظفه بلاش بقى حكاية لإيه العبسية وإن الواحد يبقى أخبر كده وواحد يجي يقول لي مش رب أشعث أخبر زي طمرين لو أقسم على الله لأبره أقول له آه هو حاله كده هو لم يتصنع لكن الجمال بيحبه ربنا هو ما تصنعش ده هو عايز يقول إن غير النظرتك للناس وعرف إن الناس فيهم أنوار وفيهم أسرار ربنا أو دعا ويمكن ده وصف القلب العبد إن قلبه أشعث أخبر هو لائز بالله سبحانه وتعالى هو الشخص ده ما ليش غير ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذن الإنسان اللي يحب إن يكون مظهره جميل ويقصد بذلك أن تظهر عليه آثار نعمة الله سبحانه وتعالى فده من شكر النعمة يبقى ظهور الجمال عليك ده من شكر النعمة أمتى ينقلب ده بقى لما ندخل في التباهي لما ندخل في كسر خواطر الناس واحد يقول لي ما أي حد يشوفني إن كسر خطره لا ما هو كمان هو لازم لا يمد عينه إليك لكن أنت لو أصدت ده هو إحنا وقعنا في الإثم أدينا فصلنا كل المسائل التي تتعلق بالافتقار فالافتقار الذي نتكلم عنه افتقار القلوب لأنك تقف بين دي المحبوب سبحانه وتعالى المحبوب الأجل سبحانه وتعالى فلذلك لازم نفهم ده ويبقى الإنسان لو مظهره جميل ده بالعكس يثاب عليه مش يبقى ده نوع من أنواع عدم الافتقار يبقى الدنيا تكون في إيدي منظري جميل لأن الله ينظر إلي وفي نفس الوقت إلا يحصل لكن قلبي فقير إلى الله سبحانه وتعالى فأقول له يا جميل لو لا نظرك الجميل ما تجمل عبدك الذي تجليت عليه بجمالك فأنا جميل عشان أنت تجليت علي بجمالك بس يا مولان ترجمة نانسي قنقر